السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصفة اليوم هي مملاحة بدون لوحم المملاحة اليوم تجيب بزاف بنينة توجد بالخف والمقادر تحتها قليلة واقتصادية في نفس الوقت نروح نشوفوا مقادر هاد الوصفة وطريقة تحذيرها اول حاجة حضرت العجينة اللي فيها كاس ناقص اصبع حليب يكون دافي مغرفة كبيرة خميرة الخبز مع مغرفة كبيرة متاع السكر ونخلط ملاح ونغلف هاد الخالط نخليه 1-5 دقايق ونكمل الوصفة انا خليته هنا واحد سبعة دقايق ونبعد نزيد عليه الزيت اللي هما ربعة مغرف كبارتة على الزيت تحبو ديروا زيت نباتي ولا زيت زيتون ونزيد نخلط ملاح ونزيد نخلط ملاح ونبعد حطيت الفارينة حطيت هنية كاس تاع فارينة مع مغرفة صغيرة تكون ممسوحة تاع الملح المغرفة تاعكم ما لازمش تكون بومبي ونبعد نخلط حتى تدخل هاد الفارينة والملح في الخالط اللولاني ونبعد جبت كاس فارينة ثاني كي يكون ممسوحة ماشي بومبي ونبقى نحط غير بشوية ونطم انا الفارينة اللي خدمت بها هنية هي لابال ذات لي زوج كيسان فارينة وانتو ما اللي خدمتو بنوعية وحد اخرى الكيلة حي تبدل على هادي بقاو تحطو غير بشوية وراكم تطمو حتى تولي عندكم معجينة اللي تكون طرية لازم تكون طرية وشنو متلاسقش في اليدين انا كملت هنية الكاس ثاني ودوك تشوفوا القاوة متاع العجينة اللي لازم تتحصلو عليه نشوفو لازم تكون عندكم معجينة هكا طرية اهنا ما ندلكها مولو وراني نطم فيها برك وبعد نغطي هاد العجينة ونخليها حتى تخمر مليح ويضاع في الحجم التاحها باش تخمر لكم بالخف غلفوها بساشي ولا بابي فيلم اخر ما نكتحطو عليها غير طرشونا برك بعد ما خملت العجينة نعاود نكسر لها هادك تخمر وبهاد الشكل وبعد نقسمها تقسمها على زوج تقسمها على زوج وعلى ثلاثة يعني كما تحبوا ندر زوج خبزات كبار وشوفوا العجينة تاعيك فشرا هي طرية وشنو متلاسقش في اليدي رح نشد عجينة واحدة نغلفها نحطها بجيها وهادي نخدم بيها جبت هانيا ورقة طهي ولا تحبو ترشو غل فارينا برك ايو شنو كديروها كبابي كويسون جيكم نخدمها سهلا خير وهديك العجينة عاود زي تغلفتها وحدة الخمس دقائق برك يعني قسمة ترتاح وباش كي نكون هكا نحل فيها جيني سهلا لو كان ما تخلوها ش ترتاح انتو ما تحلوها بالحلال وهي تعاود صغار وتهبلكم وشنو كي تخلوها ترتاح شفو جيتني سهلا راني نحل فيها راح نحلها رقيقة كي ملعجينة تعلبيتزا عطيتها هكا شكل دائري انتو ما تحبو ديروها في سنيوة يعني تكون كاري ولا مستاطيل يعني كي الشكل اللي حبيتو ديروه ديروه وهنا بعد ما حلتها جبت لصصومات الخاصة بالبيتزا تعقيلها هايليك راح نسيك كيفش نحط كمية مليحة صغطو هاد لاصوس طومات بزاف بنينة جاي فيها واحد الاعشاب يعطوها واحد الريحة هيلة انمشي هاد لاصوس وشنو ما نوصل هاش حتى الطرف كامل نخلي غير شوية واحد الواحد سنتيمتر هكاك وشنو ما نحط وشنو ما نحط شوية زيتون خضر اللي كنت حطيتو في الماء وعاوت له الماء وشنو ما نحط نحط غير شوية وعندي هنا بطاطا مقلية ثاني نحطها وننسي كيفش ندير طبقة مليحة هنا ديروه يعني على حسب وش يكون عندكم تحبو ديروها بالسلق تحبو ديروها بالطرشيت شوية تقطعوه مو رباعة وديروه يعني اي حاجة تكون عندكم في الدار اي حشو مول في نديروه ويعجبكم تقدروه هنا يتحطوه هنا بعد ما حطيت البطاطا راح نكسر عليها البيض شوفو هنا نديرو زوج حبات البيض وشنو ما نيش حنحطوهم كامل كما شفتو العجينة قسمتها على زوج معندها هنا صح ضربت زوج حبات البيض وشنو هنحط قيس حبه والحبات الدوزية نحل العجينة الدوزية نديرت قرصة الملح بياسوغه بش مجينيش صامطة ونسيك فاش نفرغ هاد البيض غير بشوية متخلوهش يهرب لكم يعني يخرج ملع جينة حطوه غير بالعقل بهات الشكل هنحط فيه غير بشوية وخليت قسم العجينة الدوزية ومن فوق راح ندير خماج غابي وف هاد الوقت رانيش على الفور تاعي الاقصى درجة لازم الفور زيدولو كامل خلوه يسخن مليح مليح غير تحطوه سنيوه عاودو نقصو لدرجة الحرارة ديروها واحد الميتين وعشرين هاكاك طيبوها ملتحت ما راهيش هتديلكم كامل الوقت انا ديتلي واحد سبعة دقايق تمنى دقايق هاكاك وبدأت شعلت لها من الفوق تاني كليه لي ياربي يزوش دقايق كان هاداك الفخوماج داب وصوص نحس ها بلين شفت شوية وطفيت عليها الوصفة تاعي راهي جاهزة اهنا بعد ما خرشتها من الفور خليت هادفات غير شوية برك وقطعتها قدامكم كيما راكم تشوفو الشكل تاحها جا بزاف شباب اه وصفة ناجحة ومضمونة مية بالمية نتمنى كامل تجربوها وعلى بالي حتعجبكم صغطو دراري صغار حتعجبهم بزاف بزاف معنتها غير كالطروق وعليكم الامان قسمتها هنا قدامكم راهي تبان بلي ذي كلابات جا تخفيفة وبينة بلي بنينا ان شاء الله هتجربو هاد الوصفة وتعجبكم وإذا جربتوها متنسوش متنسوش تديرو لي جامل الفيديو وتبارتاجوها مع الاصديقاء ومتنسوش تاني كتبعتو لي تطبيقاتكم على الانستغرام ذو كان مبقى لي غير نقولكم طلو في روحكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة